أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد الحديث عن الزيارة التاريخية التي تمت تظهر اليوم ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك دعوة كانت كريمة من مجلس إدارة نادي الزمالك وعلى طول كان في تلبية للدعوة في التوقيت المناسب من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي أعتقد الزهور النهاردة في مقر نادي الزمالك في ميت عقبة كان شهد حجد كبير جدا من كل القنوات العربية والقنوات المصرية لتخطيط هذه الزيارة في مقر نادي الزمالك في ميت عوبا يمكن شايفينها هي صور والأطاط من مراسم الاستقبال والبرتوكول الذي أعده مجلس إدارة نادي الزمالك لاستقبال مجلس إدارة النادي الأهل برئاسة الكابتن محمود الخطيب شايفين طبعا الحجر الإعلامي والصحفي لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين في جميع وسائل الإعلام على فكرة وسائل الإعلام مكتوبة مقروئة مسموعة حتى منصات التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا كليها نصيب كبير جدا من التغطية التاريخية اللي بيتم النهاردة بعد سنوات كبيرة جدا أهم زي ما احنا شايفين على الشاشة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وشايفين قدامنا يعني أعضاء مجلس الإدارة في استقبال الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الآلي في الدخول من البوابة الرئيسية لنادي الزمالك الكابتن محمود الخطيب المهندس خالد مرتاجي أميني السندول الأستاذ طارق أنديل شايفين طبعا في الاستقبال الكابتن هشام منصر نائب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك شايفين كمان عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ محمد الغزاوي الأستاذ طارق أنديل دكتور محمد صراج الدين الأستاذ محمد الجرحي شايفين كمان الكابتن حسام غالي يعني عدد يعني الحمد لله يمكن مجلس إدارة الناديين موجودين النهاردة موجودين النهاردة في هذه الزيارة التاريخية علاقة الأهلي بالزمالك يا جماعة علاقة متميزة وليست من اليوم دي منذ نشأة الناديين قبل أكتر من مئة سنة وزي ما انتوا سمعين بصة جماعة الكابتن محمود الخطيب وهو على مشارف دخول المبنى الاجتماعي النادي الزمالك واستقبال الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك هتفات الأعضاء في نادي الزمالك بيبو بيبو يعني نسمع كده سمعين معانا يمكن لفتة لفتة جميلة جدا ولفتة طيبة جدا والكابتن محمود الخطيب يعني اسطورة كبيرة جدا من أساطير القرى المصرية ورمز كبير جدا من رموز الرياضة المصرية وحرص نادي الزمالك على توجيه الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي ويمكن زي ما نشايفين بقى يمكن داخل المبنى الاجتماعي كان فيه مراسم للاستقبال واجتماع ودي يمكن علاقة طيبة جدا بتجمع الناديين وجود مجلس إدارة النادي الأهلي داخل نادي الزمالك يا جماعة هو بيمثل حلقة من الحلقات التي بدأتها الأجيال العظيمة اللي سبقت في الفترات السابقة عندما كان وساعتها في مجالس إدارات الناديين والعلاقات ما بين الناديين كانت الأطراف اللي كانت مسؤولة سواء على الأهل أو الزمالك كانت دايما بتحاول تحافظ عليها على مدار سنوات طويلة الأهل والزمالك هم عمودي الرياضة مع أشقاءهما من الأندية والتاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف اللي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال طبيعي جدا طبيعي جدا يفضل التنافس موجود ما بين الأندية وده حق مشروع جماعة لكل نادي ولكن المكسب الحقيقي بيتمثل في البحث عن مصلحة مصر مصلحة مصر يعني إيه؟ يعني أولا ننبذ التعصب ونحافظ على الروح الرياضية بين الجماهير الجميل في الموضوع كمان النهاردة كان فيه كلمة حلوة جدا للكابتن محمود الخطيب وكلمة جميلة جدا للكابتن حسين لبيب الكلمتين اتفقوا على حاجة واحدة وكذا نقطة تانية ولكن النقطة اللي لفتت انتباهي قبل ما استعرض بقى كل التفاصيل معنا لأن النهاردة عندنا تفاصيل مهمة جدا ولقاءات مهمة جدا بالتأكيد هنستعرضها طيب الأول بس روح زي ما نشايفين دي دي أحداد بدأت في بداية الجلسة على روح العمري فاروق في زيارة النادي الأهلي لنادي الزمالك نهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب لما قام بزيارة الزمالك مجلس إدارة الزمالك كان حريصا يكون يعني في دي أحداد على روح العمري فاروق نائب رئيس النادي الرحل ودي لفتة طيبة جدا قام بيها مجلس إدارة نادي الزمالك وشايفين يعني مجلس إدارة الناديين وهم متواجدين في الممنى الاجتماعي في نادي الزمالك بالمناسبة كمان في لفتة طيبة النهاردة يمكن اللفتة تنتباه كل الحاضرين وكل المتابعين النهاردة نادي الزمالك كمان خصص مقعد لمعالي الوزير السابق ونايب رئيس النادي الأهلي الراحل العمري فاروق ويمكن المقعد زي ما أنتم شايفين على الشاشة ده المقعد على يسار الكابتن محمود الخطيب وتم وضع باقة من الورود عليه تكريما لذكرى لو تشوفوا كده في البروتوكول كابتن محمود الخطيب والمفروض يكون على يساره أو على يمينه من ناحيةنا احنا يعني على يمينه مكان أو مقعد نايب رئيس النادي فلافتة طيبة من نادي الزمالك إن طبعا يتم تعود ذلك وإن الكرسي يكون موجود ولكن عليه باقة من الورود وباقي أعضاء مجلس إدارة النادي الآل الأستاذ خالد مرتاجي أمين السندوق الأستاذ زاتري أنديل عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الغزاو وباقي أعضاء المجلس زي ما شفتم معنا في الصورة أعتقد كانت لفتة طيبة جدا من مجلس إدارة نادي الزمالك إن يكون فيه دي أحداد على روح العمري فاروق وكمان مقعد نائب رئيس النادي الأهلي يكون موجود في هذه الزيارة ويتم يعني بصورة ولفتة طيبة تخليط ذكرى بوجود المقعد ويكون فيه باقة من الورود والزهور على مقعد نائب رئيس النادي الأهلي على فكرة جماعة هو ده الهدف من الرياضة الهدف من الرياضة تجميع الشعوب تجميع الجماهير رابط العلاقات والصداقات ما بين كل الأطراف نتنافس داخل الملعب كل واحد بيحاول يشتغل ويكتاد عشان ينجح ويتفوق ما هو التنافس ده في النهاية هيكون تأثير الإجابة على الرياضة المصرية تأثير الإجابة على الكرة المصرية احنا بنتنافس عشان في النهاية عندنا منتخب هو ده الهدف الأسمى على فكرة من الرياضة في بعض الفترات الناس خدتنا لسكة كده ما كانتش إيجابية ولكن الحمد لله كان في بعض التوقيتات كان فيه صوت العقل وكان فيه ناس بتحاول تروح للأمور الرشيدة عشان في النهاية الرياضة المصرية ما تروحش ليه مكانة لا طالق بيها ولا طالق بتاريخه نهاردة احنا في مرحلة مهمة جدا من تاريخ الرياضة المصرية من خلال هذه الزيارة ترجمة نانسي قنقر